بكم أعزائي متابعي قناة تعلم والسفيد في هذه الحصة حصة الشكل والتطبيقات الكتابية نص إنتاج الطاقة الكهرمائية إذن بداية سنقرأ هذا النص ثم سنجيب عن الأسئلة فيما بعد نبدأ صعدنا بالمصعد في قيض الظهيرة حتى وصلنا القمة ووقفنا في مدخل الحجرة الزجاجية التي كان بابها مواربا تنبعث منه برودة من مكيف الهواء ورأيت من خلاله عاملا يجلس أمام عدة مقابض تحول إلينا ذلك العامل بباصره فطال عني وجه شاب في مقتبل العمر وعاد يتطلع إلى المقابض أمامه مباشرة متجاهلا إيان كلية لكنه ظل يتابعنا بطرف عينه وعندما شعر بسعيد يرفع الكاميرا بسط قامته ومضى يحرك المقابض في اعتداد شعرت بالرافعة تتحرك بينما دق جرس قوي وتطلعت من الحائط الزجاجي فرأيت الذراع الرافعة من جديد تتجه في الهواء إلى محطة الكهرباء ظلت يد العامل تعملان فوق المقابض وتحركت ذراع الرافعة من جديد واستدار سعيد يلتقط الصور لبعض المواقع توقف العامل عن العمل لحظة واستدار إلينا مبتسما ولم تبدو عليه الدهشة عندما سأله سعيد عن اسمه وعن الدافع الذي جاء به للعمل في السد قال جئت لأخدم وطني لسد حاجته من الطاقة الكهرمائية إذن هذا هو النص يحكي فيه السارد الذي ذهب رفقة سعيد إلى موقع لإنتاج الطاقة الكهربائية وفي هذا الموقع كان هناك عامل يعمل برافعة في هذا الموقع لإنتاج الطاقة الكهربائية والسارد هنا يسرد لنا ما وقع في هذه القصة الواقعية عندما خرج رفقة سعيد وما أثار انتباهه ما هو هذا العامل الشاب في مقتبل العمر الذي يعمل بجد وبنصاط ويعمل بكل ما في وسعه من أجل آداء واجبه على أحسن وجه ومن أجل خدمة وطنه وما إلى ذلك إذن لدينا أولا أشكل العبارات المكتوبة باللون الأخضر شكلا تاما إذن العبارات المكتوبة باللون الأخضر لدينا صعدنا بالمصعد ثم تنبعث منه برودة من مكيف الهواء مكيف الهواء والذين أيضا سأله سعيد عن اسمه إذن هذه الكلمات المكتوبة باللون الأخضر ثانيا لدينا كيف كان الجو أثناء صعود السارد ورفيقه سعيد بالمصعد إذن هنا في بداية النص صعدنا بالمصعد في قيض الظهيرة إذن القيض هو الحرارة المرتفعة جدا نقول جو قائد أي جو حار جو شديد الحرارة إلى غير ذلك وبالتالي فالجو كان قائد أي كان حارا وشديد الحرارة إذن سنقول في جوابنا كان الجو أثناء صعود السارد ورفيقه سعيد بالمصعد حارا قائد وقت الظهيرة نمر للسؤال رقم ثلاثة لدينا ما المشهد الذي أثار انتباه السارد من وراء الحجرة الزجاجية إذن في النص نجد ووقفنا عند مدخل الحجرة الزجاجية التي كان بابها مواربا مواربا أي جزء منه مفتوح وجزء مغلق تنبعث منه برودة من مكيف الهواء ورأيت من خلاله عاملا يجلس أمام عدة مقابض إذن المشهد الذي أثار السارد فهو من وراء الحجرة الزجاجية هو هذا الشاب العامل الذي يجلس أمام عدة مقابض أي يجلس في الرافعة وأمامهم مقابض يقود بها تلك الرافعة ويحركها إذن سنقول المشهد الذي أثار انتباه السارد من وراء الحجرة الزجاجية هو رؤيته لعامل يجلس أمام عدة مقابض ثم رابعا إلى أي مرحلة من العمر ينتمي سائق الرافعة وهل كان يتحكم في سياقتها وما الدافع الذي جاء به للعمل في السد إذن من خلال النص نجد أن هذا العامل الكاتب يقول تحول إلينا ذلك العامل ببصره فطال عن وجه شاب في مقتبل العمر إذن المرحلة العمري التي ينتمي إليها هي مرحلة الشباب ثم هل كان يتحكم في الرافعة أو في سياقتها إذن طبعا كان يتحكم فيها أنه يتطلع إلى المقابض أمامه مباشرة متجاهلا إيانا إذن يتجاهل سعيد والسارد وركز على سياقة الرافعة إذن نعم كان يتحكم فيها ثم ما الدافع الذي جاء به للعمل في السد إذن هنا سأله سعيد عن اسمه وعن الدافع الذي جاء به للعمل في السد قال جئت لأخدم وطني لسد حاجته من الطاقة الكهرمائية إذن الدافع هو خدمة وطنه لسد حاجته من الطاقة الكهرمائية إذن عموما سنجيب عن السؤال الرابع كما يلي إذن المرحلة العمرية التي ينتمي إليها سائق الرافعة هي مرحلة الشباب وقد كان يتحكم في سياقتها أي في سياقة الرافعة أما الدافع الذي جاء به للعمل في السد فهو خدمة وطنه لسد حاجته من الطاقة الكهرمائية نمر إلى السؤال الخامس إذن لدينا ما سبب تجاهل العامل للشخصين الزائرين إذن سائق الرافعة فهو تجاهل السارد ورفيقه سعيد وركز على قيادة الرافعة وصياقتها وأداء واجبه كما ينبغي ولذلك سنقول سبب تجاهل العامل للشخصين الزائرين هو تركيزه على أداء أو على عمله وأداء واجبه على أحسن وجه ثم سادسا على ما يدل التقاط سعيد الصور إذن سعيد التقط الصور بهذا الموقع ولمواقع أخرى يدل ذلك على ماذا إذن سنقول يدل التقاط سعيد الصور على إعجابه بهذه المحطة وأهمية وأهمية موقعها ودورها في توفير الطاقة للوطن أو لوطنه ثم نمر للسؤال رقم سبعة أضع علامة في أمام الجواب الصحيح إذن لدينا الطاقة الكهرمائية تولد من إذن من أين تولد وتنتج الطاقة الكهرمائية أو الطاقة الكهربائية إذن هل من المياه المتجمدة أم المياه المتحركة أم من المياه الراكدة إذن كيف ما تعرفنا في درس القراءة في النص القراءة فالطاقة الكهربائية يتم إنتاجها عن طريق السدود عن طريق تدفق المياه المتحركة التي تدير العنفة أو التوربين فتتولد أو يتم توليد الطاقة الكهربائية إذن الطاقة الكهربائية الكهربائية تولد من المياه المتحركة التي تتدفق إذن هذا هو الاختيار الصائب ترجمة نانسي قنقر